موسيقى تعرض الطبيب الذي سبق أن أصيب بفيروس كورونا في مدينة طوان وتعافى منه بعد ذلك للإصابة مجددا بالفيروس يوم الأربعة في حالة نادرة بالمعرب منذ إعلان أول حالة مصابة بالفيروس التاجية حيث خضع اليوم لتحليل مخبري وتأكد على إثره إصابته مجددا بالفيروس وكان الطبيب البالغ من العمر 74 سنة قد خلق جدلا واسعا حين عاد من رحلة سياحية بالديار الإسبانية ورفض إجراء الفحص الطبي للكشف عن نقله لعدو الفيروس وتقرر فيما بعد تشميع عيادته الطبية ومصحة معروفة كان يشتغل بها بمدينة ستوان وتمت حالة الطبيب على التحقيق لعدم التزامه بتعليمات الحجر الصحية بعد عودته من خارج المغرب كما ذكرت وزارة الصحة في بلاغ سابق لها أن الطبيب المذكور بعد عودته من إسبانيا إلى المغرب قام بممارسة مهمه واستشارة المرضى وأيضا بإجراء عمليتين جراحيتين دون التزام بتوجيهات الحجر التبية وبالقواعد والبروتوكولات المعمول بها وحسب المصدر ذاته فإن نتائج التحقيقات الأولية كشفتنا الطبيب خلق القواعد المهلية والأخلاقية عن طريق تعريض حياة الآخرين للخطر بالإضافة إلى انتحاله سفة طبيب نساء ولد برغم من كونه طبيب عاما مشيلا إلى أنه على ضوء هذه النتائج تقرر إغلاق العيادة والمكسبة الطبية المعلي بالإجراءات القانونية والإدارية على وتن على استمرار تحقيق القضائية